مجهز لأهم الأنباء أهلا بكم قتل مواطنان جراء اشتباكات مصلحة في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة الخاضعة لسيطرة قوات المجلس الانتقال المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي مصدر محلي قال إن محسن صالح لقطم وناجي ناصر لقطم قتلا نتيجة اشتباكات إثر خلافات شخصية مع آخرين في مديرية عسيلان وتصاعدت حدة الانفلات وعودت ظاهرة أثارات في محافظة شبوة وسط غياب جهود السلطات المحلية والتشكيلات المسلحة التابعة للانتقال تهمت ميليشيا الحوثي القوات السعودية بإصابة سبعة مواطنين بينهم مهاجران إفريقيان في قصف استهدف المديريات الحدودية بمحافظة صعدة أوضحت أن نيران القوات السعودية استهدفت مديريتين منبه وشدة مشيرة إلى أن المصابين السبعة سقطوا خلال الساعة الماضية في حادثتين منفصلتين فيما لم يصدر عن الرياض أي تعليق حول الاتهامات الحوثية وبشكل شبه يومي يعلن الحوثيون سقوط قتلى وجرحى بقصف للقوات السعودية في صعدة في حين ينفي التحالف الذي تقوده المملكة هذه المزاعم متهما الميليشيا بالاتجار بالمخدرات والبشر على صعيد آخر فرضت ميليشيا الحوثي جبايات إضافية على سائق النقل الثقيل بمناطق سيطرتها رغم تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية مصادر محلية قالت إن الميليشيا فرضت جرعة جديدة في المبالغ التي تقوم بتحصيلها من سائق النقل تحت مسمى رسوم الموازين في محافظة ذمار وأوضحت أن الزيادة جاءت بعد أيام قليلة من صيانة الميليشيا لما يسمى بميزان معبر حيث تمت برمجته بزيادة عما كان عليه سابقا بقرابة سبعة أطنان في القطاع الصحي كجفت منظمة أممية عن وفاة وإصابة المئات من الأطفال بأمراض الطفولة القاتلة في محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ مطلع العام الجاري بحسب تقرير لكتلة الصحة التي تقودها منظمة الصحة العالمية فقد سجلت نحو ثلاثة ألاف حالة وفاة وإصابة بالمحافظة بأمراض الحصبة والدفتيريا والسعال الديكي والكوليرا والإنفلوانزا الموسمية منذ يناير الماضي ورصد التقرير قرابة 170 حالة اشتباه بالدفتيريا إضافة إلى 250 حالة إصابة بالإنفلوانزا الموسمية مشيرا إلى تسجيل 49 حالة وفاة مرتبطة بها كشف تقرير حكومي عن نزوح نحو 6500 أسرة مؤلفة من أكثر من 35 ألف شخص منذ بداية العام الجاري ذكرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أن شهر أكتوبر الماضي شهد نزوح 410 أسر تشكل قرابة 2400 شخص منها أكثر من 300 أسرة نزحت لأول مرة فيما 80 أخرى نازحت للمرة الثانية وبيّنت أن معظم النزوح الجديد من محافظات الحديدة وتعز وأبين وحضرمط بينما كان النزوح منخفضا نسبيا في محافظات صنعاء والويضاء وشبوى وذمار والجوف وأمانة العاصمة وحجة وريمة والضالع وعمران نهاية الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة